السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أبنائي وبناتي الطلاب سعدت بلقائكم اليوم سوف أقدم لكم اليوم مادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الخامس ابتدائي الفصل الدراسي الأول معكم معلمتكم حصر مح نستعرض سويا قوانين التعلم عن بعد أبحث عن مكان هادئ للتعلم أجهز اللابتوب وجهاز الجوال استدادا للدرس أجلس جلسة صحيحة أجلس جلسة صحيحة أتعلم جيدا حتى أتفوق طلابي وطالباتي وماذا بعد لدينا أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى انتهاء الوقت إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وأحضار الأدوات اللازمة الدرس الثاني هو ترتيب طاولة سفرة الطعام الهدف العام معرفة مهارة ترتيب طاولة الطعام الأهداف الخاصة أن يعدد الطالب وطالبة مكونات طاولة الطعام وأن يجهز الطالب وطالبة طاولة الطعام قبل وضع الأطباق وأن يتعرف الطالب وطالبة على عدد أفراد الذي يجهز لهم الطاولة وأن ينقل الطالب وطالبة أدوات الطعام ويضعبها على الطاولة وأن يتعرف الطالب وطالبة على أهمية استخدام أدوات طاولة الطعام السلام عليكم يا أصدقائي هنا لدينا سفرة هنا الطالبة هنا نورة تأكل أحسنتم تأكل الطعام ما احتاجت هنا في الطاولة أحسنتم طبق وصحن الصلطة أحسنتم وطبق الصلطة والشوكة والسكين وكذلك الكأس لماذا تستخدم هذه لتأكل أحسنتم لتأكل يا طلابي وطالباتي أحسنتم يا طلابي وطالباتي لتأكل هنا تأكل الطالبة على الطاولة والطعام وهنا مجهزة الأدوات اللازمة للأكل أحسنتم يا طلابي وطالباتي ماذا نحتاج من الأدوات على طاولة الطعام ماذا نحتاج فكروا أحسنتم نحتاج إلى الأطباق وماذا بعد أحسنتم الكأس أحسنتم والشوكة والملعقة والسكين وماذا بعد أحسنتم يا طلابي الطبق الصغير والطبق الكبير أحسنتم يا طلابي وطالباتي هنا ذهب أحمد لزيارة صديقه خالد ذهب أحمد لزيارة صديقه خالد هنا أحمد وهنا خالد وهنا أحمد ذهب لزيارته سوف يأتي صديقي أحمد لزيارتي هنا يقول هنا يريد أن يعزمه على الطعام فلابد أن يجهز ماذا الطاولة أحسنتم يا طلابي وطالباتي يجهز الطاولة أحسنتم ليأكلوا سويا أحسنتم يا طلابي وطالباتي سوف يشتري أبي ما أحتاجه هنا أبي سوف يشتري لي ما أحتاجه من الأغراض وسوف تعد أمي وأختي الطعام سوف تعد أمي وأختي الطعام وساعدوني في ترتيب الطاولة للشخصين هنا لابد أن نساعد زميلنا لترتيب الطاولة للشخصين ماذا نفعل؟ أحسنتم ننظف الطاولة أحسنتم يا طلابي وطالباتي ونضع السفرة أحسنتم ونضع الأبطاق أحسنتم ونضع الشوكة والملعقة والسكين أحسنتم هنا كم شخص نجهز لهم الطاولة؟ أحسنتم شخصان يا طلابي وطالباتي أحسنتم يا طلابي وطالباتي هنا نساعده نساعد خالد في تجهيز الطاولة بدايتان ماذا ترون هنا؟ ماذا ترون هنا يا طلابي وطالباتي؟ أحسنتم هنا لدينا الطاولة سوف نساعد صديقنا في تجهيز سفرة الطعام بداية ماذا أفعل أحسنتم أنظف طاولة الطعام أنظف طاولة الطعام جيدا هنا ننظف طاولة الطعام جيدا نمسحها جيدا عندما ننتهي نغسل يدنا نغسل يدنا ونجهز باقي الأغراض أحسنتم بداية ماذا نفعل ماذا ترون هنا هنا أحسنتم هنا سفرة هنا السفرة للطعام هنا نضع السفرة أحسنتم يا طلابي وطالباتي نضع بداية السفرة على طاولة الطعام نضع السفرة على طاولة الطعام وماذا بعد أحسنتم هنا لدينا الأطباق هنا لدينا الأحجام الأطباق هنا أحسنتم هنا طبق صغير أحسنتم وهنا طبق كبير هنا صغير وهنا كبير نضعه أحسنتم يا طلابي وطالباتي نضع أطباق الكبيرة ونضع الأطباق الصغيرة فوق الأطباق الكبيرة وماذا بعد نحتاج ماذا بعد نحتاج أحسنتم نحتاج أحسنتم نحتاج هذا الإناء نضعه أحسنتم يا طلابي وطالباتي أحسنتم أحسنتم يا طلابي وطالباتي هنا احتجنا الملعقة أحسنتم يا طلابي وطالباتي هنا تجهزنا طاولة الطعام ليأكل أحمد وخالد وأصديقه أحمد هنا طاولة الطعام ماذا تكون من طبق كبير وطبق صغير هنا طبق أحسنتم والملعقة والشوكة والسكين أحسنتم يا طلابي وطالباتي هنا ساعدنا صديقنا في تجهز سفرة الطعام لكم شخص أحسنتم لشخصان أحسنتم يا طلابي وطالباتي هنا ساعدنا صديقنا خالد في ترتيب طاولة الطعام أحسنتم يا طلابي وطالباتي أحسنتم هنا يشكرنا شكرا أصدقائي لمساعدتي على ترتيب طاولة الطعام عند تواجد صديقي أحمد لدي أحسنتم يا طلابي وطالباتي نرتب الصورة التالية هنا صورة أطباق وصورة الفتاة تأكل هنا وصورة غسيل اليد بداية ماذا نفعل؟ نغسل يدينا أحسنتم ونضع الأطباق أحسنتم ورقم ثلاثة نأكل أحسنتم يا طلابي وطالباتي أحسنتم نشعات رقم اثنان نصل بين الرقم المناسب لعدد الأفراد المناسب للطاولة هنا الطاولة نعد الكراسي أحسنتم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة نضع دائرة على الرقم خمسة هل هم اثنان أم خمسة أم واحد خمسة نضع الدائرة على رقم خمسة أحسنتم يا طلابي وطالباتي أحسنتم نشاط رقم واحد رتب بالأرقام خطوات تحضير طاولة الطعام مثل ما فعلت؟ ما البداية؟ ماذا نفعل؟ أحسنتم ننظف الطاولة وماذا بعد نفعل؟ نغسل يدينا أحسنتم نضع المفرش على الطاولة أحسنتم رقم ثلاثة نغسل يدينا واحد نرتب الطاولة ننظفها ونضع المفرش أحسنتم على الطاولة رقم ثلاثة نغسل يدينا أحسنتم يا طلابي وطالباتي أحسنتم نشاط رقم خمسة أرسم خطا أسفل الصورة التي توضح ترتيب الصحيح لأدوات الطعام عند ترتيبها رقم واحد ورقم اثنان ما الفرق بينهما؟ وماذا ترون؟ أحسنتم يا طلابي وطالباتي رقم واحد مباثرة رقم واحد مباثرة أحسنتم يا طلابي وطالباتي هنا رقم واحد مباثرة ورقم اثنان ماذا ترون؟ أحسنتم هنا هنا مرتبة الشوكة والسكين والطبق الكبير والطبق الصغير والكوب أحسنتم والملح والفئفل والصورة رقم واحد مباثرة أين أضع الخط؟ أحسنتم يا طلابي وطالباتي أضعه في الصورة رقم اثنان نمسك القلم مسكة صحيحة ونضع خط أسفل الصورة رقم اثنان هل انتهيتم؟ ممتاز يا طلابي وطالباتي أحسنتم نشاط رقم ستة ارسم دائرة حول السلوك الصحيح عند تنظيف الفن بعد تناول الطعام ماذا ترون في الصورة رقم واحد؟ ماذا تفعل الطالبة هنا؟ تمسح الأنف باستخدام اليد هل تصرفها صحيح؟ لا تصرف خاطئ أحسنتم التصرف خاطئ وصورة رقم اثنان ماذا يفعل؟ يستخدم المنديل أحسنتم يستخدم المنديل أحسنتم يستخدم المنديل تصرفه رقم اثنان تصرف صحيح نضع عليه دائرة لابد أن نستخدم المنديل عند مسح الفم بعد الطعام ونتجنب مسح باليد أو بالملابس أحسنتم ياضلابي وطالباتي أحسنتم ياضلابي وطالباتي اليوم تعرفنا على ترتيب طاولة الطعام مام كونات طاولة الطعام ماذا ترون هنا؟ ماذا ترون أحسنتم طبق كبير وطبق صغير أحسنتم أحسنتم وهنا طبق أحسنتم وما الأدوات المستخدمة في الأكل ماذا ترون هنا هنا الملعقة أحسنتم وهذه ما اسمها الشوكة والسكين أحسنتم هذه أدوات بعض من الأدوات التي نحتاجها عند تناول الطعام ولابد أن نستخدم السفرة لوضعها على الطاولة أحسنتم عندما ننتهي من الطعام والشرب ماذا نفعل؟ أحسنتم نحمل الأطباق إلى المطبخ أحسنتم ونساعد الأم والأمي في تنظيف هذه الأطباق وباقي الطعام ماذا نفعل به؟ أحسنتم نعطي الفقراء والمساكين أحسنتم ولا نضعه في سلات المهملات أحسنتم يا طلابي وطالباتي قد وصلت إلى نهاية درسي لهذا اليوم يجب مراعاة الآتية عند اكتساب هذه المهارة أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معاً تجزيء هذه المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها مراعاة قدرات وإمكانيات الطالب والطالبة عند التدريب تحميم هذه المهارة على أولياء الأمور تحميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على ترتيب طاولة الطعام أحسنتم يا طلابي وطالباتي توصيات الحرص على المراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية حل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس علينا مراعاة الفروق الفردية بين طلابنا وطالباتنا وتبسيط الأهداف لهم إذا احتاج الأمر التركيز على رفع مستوى الدافعية وخلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بينواع المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة ومن حولنا قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم كانت معكم معلمتكم حصرميح إلى اللقاء